ننتقل إلى سورة الفيل هذه السورة فيها ذكر الجيش الذي أراد أن يهدم الكعبة خرجوا لهدم بيت الله الحرام وآخذوا معهم الفيل وفيل أكبر داب على وجه الأرض حتى يخوفوا الناس هذا العام ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولد عليه الصلاة والسلام في هذا العام في عام الفيل الله سبحانه وتعالى جعل مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم göndermedi ونجا بعض المقدمات لبعثة المقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فزاد تعظيم الناس لهذا البيت لكن في هذا القصة عبرة هذا الفيل مستطاعن يتقدم لهدم بيت من بيوت الله وعندنا في هذه الأيام من يدعي الإسلام يتكلم يتكلم يسمع يفهم يتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى وقد تواعيد الله سبحانه وتعالى من يخرب هذه البيوت وقد يتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى من يخرب هذه البيترات وقد يتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى من يخرب هذه البيترات وقد يتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى من يخرب هذه البيترات لا يحلو له اللعب والنظر في اليوتوب والنظر في مواقع التواصل إلا في المساجد والله البعض لا يستطيع أن يصنع هذا في بيت رئيس من الرؤساء نسمع الموسيقى في المساجد مقاطع فيديوهات فيها نساء يتفنن البعض في المساجد باللعب لا انتبه ان تجعل هذه المساجد خراب المكان الذي تضع فيه اكرمكم الله النعلي ضع الدنيا هناك المسجد يمنع فيه البيع والشراء يمنع فيه البحث عن الاشياء المفقود يقول فقط سيارة فقط ولد من اولادي لا يمنع البحث عن هذا الكلام عن السياسة الكلام عن انتخابات الكلام عن غلاء الاسعار المسجد للم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بهذا الجيش يجا الله buyuruyor ki يجا الله'ın bu في الاسحابين ne yaptığını görmedim فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم جماعات من الطير ترميه ترميه طيور لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى كانت هذه الطيور معها مع كل طيب معه حجارة هذه الحجارة من طين محترق ترميه هؤلاء لم يبقى منهم احد جعلوا كالزرع الذي يسقط يعني الزوعة الآن عندما تسقط الأشجار وثم يعني تنجف من الشمس وتبدأ تكون خفيفة ليس فيها شيء يجا الله'ın onlara وصف ettiği şey يعني onlar yenilmiş بأكين حالına geldiler daha sonrasında وافوتlar تأكلوا الدواب يعني hayvanların yediği وينilmiş أكين بنزل إذن الحذر الحذر من التعدي على بيوت الله لا ندفل فيها الأموات لا يدعى فيها إلا الله سبحانه وتعالى لا يمكن نجعلها أماكن للرقص أين الرقص؟ لو قال لنا قال أين الرقص في المساجد؟ إبن القيم رحمه الله يقول هذا يقول متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع في أي دين كان الغنى والرقص والتمائل في المساجد دين يتقرب به إلا الله سبحانه وتعالى وأن يأكل المرء يقول أكرمكم الله أكل الحمار بعض المساجد يعني يأكل كما يأكل البهيم الحمار نعم بعض الناس يكونوا في المساجد؟ نعم هم يأكلوا ثم يرقصوا بشكل يأكلوا فردانسة المساجد لم تبنى للأكل ولا للشرب كما مثل الكافي عندكم نعم ممكن نأكل بمقدار الحاجة افطار الصائم كذا أما نجعل المساجد مثل المقاهي نجلس ونشرب الشاهي ونتراقص في المساجد ما يمكن يكون هذا ثم بعد أن تملأ البطون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يبدأوا بالرقص في المساجد وعندما تصبحوا في المساجد وعندما تسألهم لماذا تتمائلوا وتسقطوا في المساجد ستاعدون بشكل كذلك كمدنزلن قشف قال هذا حب الرب سبحانه وتعالى بشكل كذلك دونيوروز رقص يديروز دانس يديروز بو الله سيديمزدن أتردر قال هذا فيه إيهانة بيوت الله ابن القيم يقول كي بو يجاء الله ايبنه لأيبنه كرشي بألشتما لا يصنع هذا اليهود ولا النصار في أماكن عبادته فيا للعقل يقول يا اسحاب العقل اقل صائدت اقل صائدت